مهود ايه اكتر حاجة عجبتك اهو اول حاجة طبعا وضح بشكل كبير ان رسالة تهديد مباشرة من مارسل كولر لجميع منافسين لادي الاهلي في افريقيا واكيد منافسين للمحليين ان هيبه فيه تكملة للموسم تكسب 3-0 في اول مباراة بعد راحة صلبية بعد فترة كبيرة جدا كان فيها لعيبة كتيرا اكتر من 3 اسابيع ما كانوش موجودين ونفسه مارسل كولر طرع بعد المؤتمر قالك فيه لعيبة الدولية انا متمرنش معاي غير 3 ايام فقط بعد كده سفروا لعبوا المباراة اهم شيء بالنسبة لي انا في المباراة كلها ان الاهلي طلع من غير اصابات تاني اهم حاجة ان انت يحيي عطيت الله اللي كان بقاله فترة كبيرة جدا ما بيشاركش او كان من ساعة اما كان في روسيا الراجل هيرجع ورجع والنهاردة واضح ان كان فيه بداية انسجام كويسة كان عنده اصابة خفيفة بالمناسبة وارد انه ملحاش المباراة اللي جاي كراحة لي عشان يلعب مباراة السوبر زي يمكن الاصابة الوحيدة بس مش سواها كبيرة خالص اكيد طبعا فعشان كيف بقولك هو طبعا بداية كويسة للنادي الاهلي تكملة طبعا جيمي قاله وتكملة الارقام القياسية العمال يحطمها مارس الكولر فانا بشوف ان هي بداية اكتر من رؤية سواء النتيجة او سواء الاداء فانيا بقى شفتين النهاردة النهاردة النادي الاهلي مارس الكولر مفيش اي حاجة عند الراجل ده بتبقى صدفة اكيد هنتكلم عن الموضوع الضغط بتاع اللي كان بيمارسه مارس الكولر يلا نبتدي بينا نتكلم على الضغط اللي كان بيمارسه مارس الكولر واحنا عارفين الكلام من السنة الفات مارس الكولر بيضغط كويس والتراتة اللي قدام بيضغطه ازاي على حامل الكورة ومرة انا عطيه بيطلع يزوء مع الديفندر كل ده احنا حافظينه ولكن اللي جد النهاردة ان مارس الكولر واضح انه كان مزاكر بشكل كويس جدا ووجه الضغط على لعيب رقم 14 اونيانجو لعيب رقم 14 اونيانجو ده كريم وفي حاجة سمع ان انت بتوجه الضغط ان انت بتحاول ان انت تخلي الفريق المنافس لك ان انت عاوز تودي الضغط للعيب معين سواء اذا كانت كورة وحشة او اذا هو ده اللي بيلعب الكورة الطويلة فاتاخد الكورة التانية فهو توجيه الضغط ده اللي حصله النهاردة بمارس الكولر لانه واضح انه كان مزاكر الماتش اللي قابله اللي كسبه فيه المريخ خمسة واحد الماتش بتاع جورمهيا لان اونيانجو رقم 14 ده نزل في الديئة 62 واللي جد النهاردة انه هو ابتدأ اساسي وتغير بعدك تعال نشوف والون يا شباب الحالات اللي حصل من مارس الكولر وازاي كان مواجه الضغط بشكل كبير جدا انه هما يضغطوا على لعيب رقم 14 ده في اول مباراة خالص زي ما انت شايف اللعيب اللي عليه الاسوب ده كريم هو ده اللعيب رقم 14 اونيانجو اللي مش اساسي اصلا فيه دفاع اونيانجو لما تيجي تبص هنا هتلاقي الصورة اللي بعضها على طول هتلاقي ان وسامة ابو علي مش عاوز يعني عاوز يضغط بس على الراجل بحس ان هما يوجهوا الضغط على طول حسين الشحات وحسين الشحات مش عاوز يضغط على الراجل عشان الكرة ما تروح لش وما بيستنوا ان الكرة تروح للرجل بعد كده مرة واحدة حسين الشحات هيبدأ ده هنشوف الفريم اللي بعده على طول هتبتدي تلاقي بكرة كرة دي كان في ديئة رقم واحد وثلاثين ثانية مثلا في اول مباراة الراجل هيرجع على طول للحارس بتاعه هيبدأ هنا حسين الشحات ان هو يضغط على الراجل فالرجل رقم 15 هقول له طلع الكرة ودي كانت اول هجمة خالص انا جايبها عشان اوليك ان النادي القلي كان بيحاول على قدر الامكان ان هو يوجه الضغط العيب رقم 14 نكمل الحالات واحنا بنتكلم فاول ما الكرة هتطلع للراجل المساك هيحاول ان هو يطلع كرة وبالمناسبة جرمائي النهاردة الجديد عنده يا كريم ان هو 14 ده نزل المساك 3 بيلعب 3 بعد ما كان بيلعب 4 تعال بقى نشوف الكرة اللي بعدها اللي سبقت الجون على طول نفس الكلامين اول ما الكرة هتروح هتلاقي مين بيشاور وسام ابو علي بيشاور لامام عشور مجرد من الراجل يستلم هتلاقي امام عشور اما على طول ضغط على الراجل فالراجل زنق زميله الباك اول ما يطلع الكرة للزميله حسين الشعاعات الكرة تقطع من الاهلي وبترجع تاني هجمل الندالي طب تعال بقى نشوف الهدف اللي جه للنادي الاهلي نفس الكلام بالزبط اول ما الباص هيروح للعيب رقم 14 سبرينت واضح وصريح بقوة كبيرة جدا لامام عشور عشان يمنع الراجل انه هو او من الاخر يضغط عليه عشان راجل كرت وحشة وما بيلعبش اساس كتير ومش بيشارك اساس كتير بصنا كريم على طول امام عشور ضغط على الراجل بيرستاو همواخد الكرة وام رأس واحرز الهدف الجميل جدا اللي احرزه النادي الاهلي في الهدف التاني وكان بعد السنتارة على طول اكيد كلنا شوفنا المباراة زي ما انت شايف هنا مجرد اول اول ما دخل جه امام عشور ضغط عليه لا وبرستاو رايح له كمان بيرستاو تلاتة لقدامه بيرستاو النهاردة كان مفاجأة كبيرة جدا هو توقع موسم خيالي لبيرستاو اول ما تقطعت وبعدها ادي بيرستاو ان هو يجيب الهدف بص بقى بعدها بالزبط يا كريم بعشر اتناشر دقيقة ايه اللي حصل الراجل بتاع مدير الفني بتاع جورمايا ام جاي برقم اربعة اقشر طلعوا برا في الديئة ستة وتلاتين ونزل واحد تاني تفندر وقلبوا الطريقة لاربعة بعد مكان التلاتة بسبب الراجل ده اللي كان نقطة ضعف كبيرة جدا وده اكيد اللي كان بذكره مرسل كل معلم